من هنا تبدأ قصة معاناة عم الجلالي صاحب الـ 92 سنة 14 طابقا في انتظاره يوميا للوصول لبيته هو وجيرانه فترة استرجاع الأنفاس لإكمال الصعود لا بد منها معاناة لأزيد من 30 سنة بعد توقف مصعد العمرة عرضوا لأن العسل من تطلعوشها للموتهم من تطلعوش تقليش تطلع على صبح الله العظيم أي جهنم ألي هنا أنا أسكن في كاتر زيابي طاج نحبت الصباح نطلع حتى الحشيها تنص اللي العيشة نطلع ديفوان مغرب صاديب وعلى حسب القضيان اللي عدنا عدنا 240 سجار نسكنه كامل في عمارة واحدة وعدنا دخلها وحدة وخرجها وحدة عدنا مشكل في هذه العمارة عنده 30 سنة هو مشكل تعل مسعد لا صنصير كبر السن والمرضى القطنين بالعمارة من هم من اضطر لعدم الخروج لأكثر من سنتين لعدم قدرتهم على صعود الأدراجة لقد قد عندي عامين ما نقدرش نخرج ما نمشيش مشوني على الناس شايرها بمورة الباب ما نخرج شقا نخرج تعيني يا في زوش رمو مورد تطارسين على هذه هذه عاودت الكابية ما نمشيش قا راني 14 يام 11 ما رانيش نروح للطبيب على جيل ما نقدرش نطلع ما نقدرش إلا هبط نهار كامل ونغب الكرطون نغب الدرجة بالدرجة بالدرجة تتي ما جيني رحم بابك 14 منتاج كان قلت لك يدي مالات تشوفي بساعة نطلعون في كرسة طلعون في كرسة كرسة طلع هبط طلع هبط هي مميات سكان حي الفوج السابع عمارباء بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة ينتظرنا من السلطات النظر إلى انشغالهم لتسهيل التنقل لقضاء حاجاتهم الضرورية